بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم لخصاً لخطبة الجموعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضاه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول الجاري حيث تابع الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة حول قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر ولما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا قال عروة كان فيهم أبو بكر والزبير عند انتهاء معركة أحد كان أبو سفيان عندما مر الجبل فقال سوف نلقاكم للقتال في بدر في هذه الأيام من العام القادم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم تحديه ثم ما لبث أبو سفيان أن سار بجيشه سريعا إلى مكة ويذكر حضرة ميزة بشير أحمد الأحداث التالية ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ المزيد من الحذر وبعث وراء الكفار جيشا مكونا من سبعين من صحابته بمن فيهم أبو بكر والزبير هذا ما ورد في رواة البخاري أما عامة المؤرخين فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الجيش عليا وسعد بن أبي وقاس رضي الله عنهما وقال اذهبا واصطلعا ما إذا كان جيش قريش يخطط الهجوم على المدينة وقال لهما أيضا إن كانت قريش على الجمال دون الخيول فاعلموا أنهم اتجهون إلى مكة ولا يريدون الإغارة على المدينة وإن كانوا على الخيل فاعلموا أنهم ينوون بنشر وأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا إن توجهوا نحو المدينة فليخبروه على الفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل حماس إن هجمت قريش على المدينة فوالله سوف نقاتلهم ونذيقهم الخزي عقابا على هجومهم فسار هؤلاء القوم بحسب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا بسرعة يخبرونه بأن قريش قد عادت إلى مكة عن أنس ابن مالك قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها قال فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها ما يبكيكي فما عند الله خير لرسوله قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء قال أنس فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكياني معها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله يقول حضرة المصح المعود رضي الله عنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد الذي يمكن أن يقول بحقه رسول صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم كفرني إلا أبا بكر فهو الوحيد الذي لم أرى منه عوجا وعندما كان يعقد صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش مكة رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى مكة طبقا لشروط الصلح فصار المسلمون في هياج وحماس شديدين يقول حضرة مرزا بشير أحمد وهو يتحدث عن هذا الأمر كان المسلمون يرون هذا المشهد مستشيطين غضبا بسبب غيرتهم الدينية ولكنهم لزموا الصمت مهابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا عمر لم يتمالك نفسه في النهاية فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال بصوت مرتعش ألست رسول الله حقا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر ففيما نعطي الدنية في ديننا الحق فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة قصيرة نظرا إلى حالته وقال يا عمر إني رسول الله وأنا أدرى بمشيئة الله تعالى ولا يمكن أن أخالفها وهو ولي وناصري ومع ذلك لم يهدأ طبع عمر الثائر بل ازداد هياجا فقال ألم تقل لنا أننا سنطوف ببيت الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا شك أني قلت ذلك ولكني متى قلت أننا سنطوف بالبيت هذا العام حتما قال عمر أجل لم تقل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تنتظر سوف تدخل مكة وسوف تطوف بالكعبة إن شاء الله تعالى ولكن عمر لم يطمئن بهذا الجواب لشدة حماسه إلا أنه ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم لشدة مهابته ورجع متغيضا إلى أبي بكر وتكلم معه بمثل هذا الكلام الحماسي فرد عليه أبو بكر بمثل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ناصحا يا عمر عد لصوابك ولا تدع يدك تضعف في الاستمساك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن الذي وضعنا أيدينا في أيديه صادق يقينا قال عمر رضي الله عنه لقد تكلمت بتلك الكلمات من فورة حماسي ثم ندمت عليها ندما شديدا وظللت بعده أقوم بأعمال نافلة كثيرة توبة مني لأمح بها وصمة هذا الضعف الذي ظهر مني وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصلي الغائب على المرحومين وذكر نبذة من حياتهما ترجمة نانسي قنقر